طب ده أبي يستحق أن هي تدور عليه وتشوفني أنا عشان كده لو حركتها طبعا أنا عارف أنها تسأليني إحنا نديها رأيي إيه لا أنا مش معاها أن هي تدور على أهلها أكتر من أن هي ممكن تتواصل معهم تليفونان من رقم هم ما ما كلموهاش فيه لو هي مشفقين أوي هي مشفقة أوي أنها نفسها تتواصل مع أهلها ده أنا يعني اسمح لي أن رأيها بعكس رأيك أنها لا أتجار طيب حضرتك قولي رأي اللي أنت عايزاني بقوله وبقول رأيي طب ليه رأيك لا؟ علشان دول مش أهل علشان هي لقيت بس ده سواب يلا لقيت عند واحدة وممكن تكون معلش أنا آسف بسيطة مش هقول شغلانتها متسولة ما عندهاش إمكانيات مادية اضطرتها لحاجة أن هي تنزل لقيت عندها الحب والحنان والدفء اللي ملقتوش عند أهلها كلهم يعني أنا ما يرفعش أوي الدوم حتى ولو مر في السنة من قولت تتكلم؟ لا أشوفهم أشوفهم محتاجين إيه أو أهو تشوفهم وهم ما يعرفوش مكانها أنا موافق إنما أنه هم لأنه غالبا هيخربوا عليها زي ما خربوا عليها قبل كده أو زي تعاملهم هم ما خربوش قبل كده هم ما صدقوا خلصوا منا دومها لو خربوا عليها هترجع لهم تاني ما هو حضرتك وجودها معهم دايما كان هو دايما العنصر اللي بيخليها تتحرك ناحية الحاجة الغلط هي لما تسيب البيت وتمشي تدور حياتها تروح عند واحدة بتشهد في الشارع تعيش معاها هو ده كده هي لقيت إيه عند أهلها يوصلها لهذا الأمر ولا حاجة بس أنا قصدي أنه يتعمل يعني أضعف الإيمان أنه بس أودهم من ناحية الدينية حبيبة الكلمة عليها من ناحية الدينية أنا بشوف أنه عشان ما يبقاش عقوق بس هم يعني ما احترامي ليهم لأ الأهل يعني يعني حبيبنا نتوسع معلش أنا طبعا أكيد مش عالم ديني وأكيد فيه ناس كتيرا ممكن تتكلم في الموضوع أفضل مني ولكن إحنا بنتوسع في موضوع العقوق إن أنا بيجي على الضحية واعد أقول له اضغط على نفسك علشان ما تبقاش بتعمل عقوق طب وهم أهلها اللي هم اللي عققوها قبل ما هي عقوقهم في كل التعاملات معهم فحضرتك طبعا نمسك العصام النص أنا وافق على رأيك جدا أن هي لو تزورهم مرة كل فترة أيوة مرة في السنة تتواصل معهم تليفونيا لو لقيت منهم أن هم هيرجعوا هيدايقوها ويحصل من وراهم مشكلات ممكن أن هي تبتعد عنهم إنما لو ما لقيتش هزر الأمر تكمل معها إنما هي أحساسي أن هم ما هيسدى إنما خلصوا منها إنها اتجوزت وخلصوا وي 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 يعني خلاص إنه بس تطمن قلبهم وخلاص يعني ما ولا هيقتلوها يعني ما هيقتلوها ليه؟ يعني ما هيقتلوها ليه؟ ولا هيقتلوها لا هيعملوا حاجة وحضرتك كمان بتستخدمي كلمات كبيرة مع ناس ما تستحققش هذه الكلمات حضرتك قلت تطمن قلبهم ياريت هم كان عندهم قلب أصلا ياريت إنه هم قلبهم ده يكون محتاج إنه هو يتطمن على بنتهم اللي سابوها تمسي الشيء فعملوا كده أه طبعا بس إحنا في الآخر يعني ده عدم دراية وجهل ومتعرفش إيه باكجراونز أو الخلفية بتاعتهم لما يبقى خال ما قاعدها مع الشباب بإنه بتعملوه ده؟ من إمتى إحنا بنقعد بنات مع رجال نحن حفظين إنهم ما بنبتشع في بيت في رجالة أو في بيت في أب أو في بيت في أخ أو في بيت في خال وخلي بقى الحضرت فهم دول مش مدركين وما بيعملوا إيه؟ مش مدركين ولما الولد اللي هو ولما هي البيت ما دوروش عليها مع دالة عشان كده بقوله فاشك بقولك ده ناس أنا صعوانين علي والله ولا حد منهم هيشوف راح طبعا في حياتهم أكيد وهم مش شايفين راح هو التقلب ده في حياتهم بالشكل اللي احنا شايفينه يعني أول حاجة الخال ده ابنه ولد مجرد ما جات له بنت في البيت وبنت خاله ولا بنت عمته مفترض أن هو الحاجة عليها ولد بين عليهم هو مش متربي أكيد برضو حتى لو إحنا حطناهم مع بعض في بيت واحد هو مش مفترض أول ما ولادي هيشوفه حق يبقى خلاص لازم لا بس الواحد يبقى عارف ولاده كيس قوي يعرف ولاده يعملوا يوم يعملوا شيء يعني أحد ممكن يجي تحكي على أمي ولها ابنك عمل كذا ويمش تبقى عارفها لا طبعا ما أنت اللي مربية وانت اللي عارف لا طبعا وأكيد الخالده هيبقى عارف أن الابن ده ممكن يضايقها بس هو ما هو ممكن برضو خاف عليها من الشرع اللي هي وصلت له برضو في الآخر خلي بقى لحضرتك القصة بتاعة البنت هدى اللي أنا أقول عليها هي مسكينة فعلا وانسانا ضحية كان ممكن تنتهي نهاية مأساوية البنت دي لقيت وحدة تحتويها طيبة حنينة عملتها بما يرد وقت لقى ويتفكري فيها حاجة وحشة وقت فتكري طيب الفريدي بقى حضرتك كان حصل عكس والهي تواصلت مع وحدة سيئة لحكت عليها خلتها مشيتها في طريق مش كويس أو علمتها حاجة مش كويسة أو علمتها حتى التسول وبقت في الشارع بهذا الشكل طيب إحنا ما افترضناش إن هي ممكن كانت هم عارفين أن دي بنتهم وهي بتواجه الشارع بتواجه كل الأخطار فبالتالي في مفهوم الشارع الست دي أنقذتها لو ما كانتش أنقذتها كان يحصلها بلوي كتير ده أنا عايز أحقيها على موقفها موقفها نبيل زي ما بيقول طبعا جدعة طبعا والجدع التاني اللي هو الولد اللي شافها جزها اللي شافها اللي أخذها الأهل وبقى ما عملش الحاجات اللي إحنا وإن إحنا بنقول فترة الخطوبة ما تقلش عن سنة ونعمل هو ما عملش الكلام ده كله في نفس الوقت عمل إيه احتواها وحبها واحترامها لأنه فيه في حاجات مش تقوم مع قاعدة بس بتلاقيها فعلا أجل مما قولنا يعني طبعا وما قلّهاش أنت مرمية في كذا وانت اتطلقت وما عملهاش أي حاجة من اللي ممكن يكون تعيرت من أهلها بسببه وما عملهاش أي حاجة قال لها أنا لقيتك متسولة ولا لقيتك مع واحدة مثلا من الشرع كل الكلام ده ما عملوش احترامها قدرها إدها حنان وإدها حب وإدها اللي هي مش لقية عند أهلها كلهم خدتهم من واحد بس ولما عمل هذا الأمر ده بقى أنا أقول لحضرتك من هنا للعشر سنين جايين وانا ما عرفهاش ولا عملها هتكلم حد في تليفون ولا عملها هتروح تعمل حاجة غلط وهيبقى هو ده سندها وده هدهرها وده حبيبها وده كل ما ليها في الدنيا لأنه كلمة السر بقى في إيه كلمة السر في الاحتواء وفي الاحترام قالت كلمة مهمة جدا على جوزها الأولين هو حريك إحنا دايما منقول الاهتمام ما بيهتمش بي ما بيهتمش بنفسه فيه ناس ما بتهتمش بالزوجة فيه ناس ما بتهتمش بنفسها بعد الجواز جوزها الأولين كانت لاتنين جوزها التاني بيهتم واضح أنه بيهتم بيها وبيهتم بنفسه يعني لقيت عنده اللي هي مش لقيها عند حد تاني أو ما لقتوش عند أهلها كلهم ما فيش واحد من أهلها نصفها في القصة اللي هي حكيتها قالت عليه إنسان كويس وهواحد تاني جالها من الشارع زي ما وضعتها برضو جالها وعرفها كده معرفها من الشارع ما قالتش عليه كلمة وحشة وفي نفس الوقت إيه اللي حصل ربنا كرموا وكرمها بيجوازوا منها فربنا كرموا برضو ماديا لأن الكرم المادي أنت وقعوا هتفتكر إن أنا هروح أشتغل فاكتهت فيجيلي فلوس لا طب ما غيرك بيشتغل ممكن يكون أكثر منك إنما أنت فيه حاجات تانية بتعملتك البارك كرم نعود ربنا بقى من نبقاش عارفين هو أنا لما سطر بنت زي دي واسطرها وما خليها فتتفضح طولك يشأت نكت على البلط دلوقتي فرشناها من كل حاجة طيب وهو عشان كده عشان كده ربنا كرموا بهذا الأمر وكرمها بهذا الشخص بس إحنا قولنا بنا أختم معك بحاجة إن هي تسأل على أهلها وتكلمهم حاضر أنا مواجه أنا مواجه قد تداخل الحالة أقول ما تسألش بس أنت حدك لا إديتيني كلمة برضو حلوة في الحلقة إن هي ولا أم الله تجرب لقيت العملية كويسة هنمشي بعد كده على رسول نورتي غالسة نشتغل دكتورة لا أتعلم حدك دكتورة نتعلم من حضرتك على كورة نورتني يا دكتور سكرا جزيلا بشكرا بشكرا